بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألث لا أميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرق منه لتنذر به لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا ظائبين والوزن يومئذ الحق فمن فقلت موازينهم فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خصموا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكون ولقد خلقناكم ثم صوبناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فافرج إنك من الصابرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أضويتني لأطعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجل أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مثقوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم سكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شدتما ولا تطربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوعاتهما وطالما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وطاسمهما إني لكما لمن النعصرين فدلّرنا بالغروب فلما ذاق الشجرة تبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم عنهكما عنتيكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغذرنا وتضحمنا لنكونن من الفاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض استقروا ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تفردون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزر عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة فتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالكسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مفلسين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم اخذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا فالسة يوم القيامة كذلك انفصيوا الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تسركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأفمون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يبصون عليكم آياتي فمن اتطى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب ما هم فيها فالدون فمن أظلم ممن افتعى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا فيهم من قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت مفتها حتى إذا داوكوا فيها جميعا قالت أخرهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا بعفا من النار قال لكل بعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدفلون الجنة ولا يدفلون الجنة حتى يلج الجمن في سم الخياطة وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها فالدون ونزعنا ما في صدورهم من لل تجري من تحدهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تنكروا الجنة أورستموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدفلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصاوهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفنهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون وهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة يدفلوا الجنة لا سوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أم أفيدوا علينا من الماء أم أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا بيناهم لهوا ولعبا ووروتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على عم من هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعون لنا أو نرد فنعمل خير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سدة أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يوشل نيل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمو والنجوم مسفرات بأمره ألا له الفلك والأمر تباوك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه فوفا وطمعا إن رحمة الله ضريب من المتسلين وهو الذي يبسل اللياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به كل الثمرات كذلك انفرجوا الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي صب فلا يخرج إلا نكدا كذلك انصرفوا الآيات لقوم يشكون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس في ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتدقوا ولتدقوا ونعلكم تلحمون فتذبوا فأنجيناه والذين معهم في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الولأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاها وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس في سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكوا إذ جعلكم ثلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسقا فاذكوا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجدنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آبابنا فاتنا بما تردنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقضعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاه صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيوه قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نابة الله لكم آية فذوها تأكل في أرض الله فذوها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم ثلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض وبوأكم في الأرض تتخرون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومين الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به نؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعطروا الناطة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ابتنا بما تعدنا إن كنت من المبسدين فأخذتهم الوجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا طوم لقد أبلغتكم نسالة ربي ونصحت لكم ولكن ولكن لا تحبون الناصحين ولوظا إذ قال لطومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مصرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قبيتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إن لم رأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا طوم اربدوا الله ما لكم من إله غيور واد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخصوا الناس أشياء ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك فيول لكم إن كنتم مؤمنين ولا تطردوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثوكم وانظوا كيف كان عاكبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنفرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد اشتغينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجان الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا وابنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أغسلنا في طرية من نبي إلا أخرنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهل نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يعمل مكر الله إلا القول الخاسرون أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونقبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى لقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم فاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فدعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فدعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين فألقى عصار فإذا هي ثعبان مبين ونسع يده فإذا هي بيضاه للناظرين قال الملأ من قوم فدعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يفرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأوصم في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحوة فدعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحر أعين الناس واستذهبوهم واستذهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقه ما يأفكون فوطع الحق وبطل ما كانوا يعملون فهلبوا هنالك وانطلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فدعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلا فسوف تعلمون لأققعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقب منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرض علينا صدرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتدر موسى وقومهم ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم طاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصدروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدنا جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخرنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثموات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يضيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمن والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وضع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسراهيم فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتطمنا منهم فأضرطناهم في اليم بأن ننكذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك حسنا على بني إسراهيل بما صدروا وجنرنا ما كان يصنع فدعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على طوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم طوم تجهلون إن هؤلاء متبعوا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبذيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبينا المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استطر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صحيطا فلما أفاط قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرسل لا يتخدوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخدوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافمين والذين كذبوا بآياتنا ولقائم آخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ طول موسى من بعده من خليهم عجلا جسدا له فواه ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين ولما سكط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويرفض لنا لنكونن من الخاسرين ولما وجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برقص أخي يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفرني ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا الإجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسخة هودا ورحمة للذين هم لربهم يرهبون وافتعر موسى قومه سبعين رجلا من ميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربنا وشئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تبل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الهافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآفرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأموهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا للذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعبلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباط الأمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبدست منه اثنتا عشرة عينا فدعلم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الهمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شكتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المرسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي بيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسكون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسكون فلما عتوا عما نهوا عنه كلنا لهم كونوا كردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريح القطاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من قعبهم خلف ورث الكتاب يأفذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأفذوه ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيق أجر المصبحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنهم ظله وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباقنا من قبل وكنا ذذية من بعدهم أفتهلكنا بنا فعلى المبطلون وكذلك انفصلوا الآيات ولعلهم يرجعون واتب عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثلوا كمثل كلب إن تحمل عليه ينهث أو تتركه ينهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الفاسرون ولقد درعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الهافرون ولله الأسماق الفسنا فادعوه بها وذا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وألعسى أن يكون قد اقترض أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يبدل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمرون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إن ما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فطلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغته يسألونك كأنك حفي عنها قل إن ما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْدِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْقُ بِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هو الذي فلطكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقل الدعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون فيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يفلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتوهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبقشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها كُلِ دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنبرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظون إليك وهم لا يرصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سمير عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مرصرون وإسوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لول اجتبيتها قل إنما أتبع ما يرحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لطوم يؤمنون وإذا قرأ القرآن فاستمروا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضبعا وخيفة ودون الجهر ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اشتركوا في القناة